بلعب امريكان فوتبول من 2016 امريكان فوتبول بتنقسم لحكتين تاكل وفلاج احنا حاليا المنتخب بيتدرب ملاعب البروج بتستطيع فتمرين المنتخب المنتخب دي اول بطولة دولية لنا هتبقى في دولة الامارات هنلاعب عدد فرق الخليج احنا في مصر عندنا سبع فرق بتمرن الفلاج معظمهم في القاهرة وان شاء الله يعني الخطوة الاجابية الاولى دي بالنسبة لنا المنتخب ان احنا اول بطولة لنا الدولية زي ما قلت في الامارات والخطوة الجاية والجول الكبير بالنسبة لنا ان احنا نوصل لأولمبيادة 2028 في امريكا ان شاء الله ودي بداية الاستعدادات لنا ان شاء الله احنا بقالنا كتير او برضو في اللعبة فممكن يكونوا تعودنا دلوقتي ان هي جزء من حياتنا زي الاكل زي الشرب زي الشغل زي سوابت هي سوابت فعلا بس في الاول كان الموضوع صعب اللعبة بتحتاج شغل بره جوان ملعب محتاج جوان ملعب مع الفرقة كلها بره انت تشتغل على اليوكتك تشتغل على جسمك عشان هي محتاجة نوعا ما اليوكة بدنية كويسة فبتتمرن في الجيم فهي بتدخر فيها وقت كتير سواء مذاكرة او تمرين بره ملعب او تمرين جوان ملعب بس بقت هي بدل ما بننزل نعم مع الشباب بدل ما بنخرج اكتر شوية بناخد حتة من حياتنا الاجتماعية وتبقى هي دي الرياضة من ناحية الفلاك فوتبول هي انتشرت مؤخرا انتشار يعني بدأت تجذب الناس من هي لعبة جديدة نشاط جديد حاجة مش متعرف عليها كمجتمع مصري يعني مش بره الكورة والباسكت والحاجات اللي احنا عرفنا منو احنا صغيرين فبدأت تجذب الناس وفصلا البنات برضو في دوري بنات بيتلعب يعني بقالنا كبنات ممكن من بقالنا خمس سنين او أربع سنين لدور دي بيتلعب بالنسبة لولده أول سنة عشان احنا كنا مركزين في التاكل أكتر كفلاك فوتبول يعني كرولز وكلعب وكنزام لعب وكده هي قوانين حلوة للناس يعني ده ممتعة للناس اللي بتتفرج على الرياضات جديدة وكده الفلاك فوتبول هي طلعت الوقتي في البيك بتاعتها لان ان شاء الله هتبقى موجودة في الوليمبيكس مش اللي جاي اللي بعدها احنا بنجهز سواء تبع الاطلاف المصري كوات القدم الأمريكية بنجهز فرق أولاد وفرق بنات عشان نبقى جود بارتسبنس أو نعرف نشارك في الأولمبياد اللي جاية فحيبقى براكتس كويس جداً للمجموعة اللي موجودة وهتبقى أول بطولة انترناشن للمصر تشارك فيها فإن شاء الله يعني بالتيم اللي معنا احنا كويسين في المنطقة وفي الشرق الأوسط احنا إن شاء الله نمبر وان يعني فإن شاء الله حنوصل لحاجة كويسة هناك